أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان ثم أنا أتوقع إنه يوم القيامة الجن يجوا يشكون عند ربنا يقولوا هذول الإنس كل ما سارت لهم مصيبة يقولوا الجن الجن سارت ما تأكل وما تنام وما دري هذي عين أكيد درها عشان بنتي مرة حلوة وما دري هذي سقعوها عين لما تشوف بس أتشوف الشهادة حقته إيش علاجات النفسية مخدرات مدري مدمرات فقفلوا هذا الباب الله خليكم أهلا وسهلا فيكم وما كنتوا بموضوع جديد ضمن سلسلة مواضيع في الصحة النفسية صرنا بزمن المعلومات وانتشارها السريع والهائل لكن في المقابل صار في مشكلة بتعدي الجميع على تخصصات الجميع لأنه أي شخص صار ممكن يحكي بأي موضوع حتى وإن كان ما بيفهم شي فيه ممكن أكتر شي انتشر بزمن الكورونا وخاصة قبل ما يطلع اللقاح هي الوصفات اللي كنا نسمعها كعلاج للكورونا بعيدا عن المعلومات المغلوطة ومشان أعطيكم المعلومات الصحيحة لجأت فيها السلسلة من المواضيع النفسية للأخصائيين اللي هن الأخبر والأعلم بمجالهم وضيفنا اللي بنشكره على مشاركته بهالفيديو هو الاستشار المتميز في الطب النفسي الدكتور أحمد حافظ انتو ذكرتوا الدجالين اللي بتكلموا مع الناس انو انتو مسحورين انتو كذا طب في بعضهم رقاء يعني ومصرحين ومشايخ فهل في تعاون ما بين المشايخ والأخصائي النفسيين سواء كانوا أخصائي نعم طباء ولا كل مين بعالج لوحده او ابتداء لا انتو ذكرت مرخصين ما في أحد مرخص اللي انو ما في شي اسم مهنة يطلع الجنة ولا يعالج السحر ما في مهنة يعني حتى في الكليات الشرعية ما في مهنة انو انا يكون يعني راقي شرعي النبي عليه الصلاة والسلام وادلة كثير عندما واحد من الصحابة رقى سيد القوم رب من راحهم كانوا في سفر هم بعدين قابلوا ناس وما كانوا يعني محتاجين يأكلوا يشربوا ما ساعدوهم بعدين سيد القوم هذاك لدغ بالحية وقالوا هل منكم من راقي فجاء وفارقاه بايش بصورة الفاتحة او كما ورد في الحديث الصحية فبريع بإذن الله سبحانه وتعالى فأكلوهم وشربوا ودبحوا لهم ويعني اكرموهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اقره على فعله فهي ليست مهنة في حد ذاتها إنما توجيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والسادة واصحاب الفضيل العلماء يوضح ذلك كثير مرارا وتكرارا أن المسلم كمسلم يجب أن يحصن نفسه بقراءة القرآن الكريم بأذكار الصباح والمساء بحرز وتحصين من جميع الآفات سواء كان أشياء عضوية ولا أشياء نفسية ولا أشياء روحية مهما كان لأن كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى فمن هذا المبدأ حتى عملية الرقية الشرعية التي وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صحيحة عندما يمرض الإنسان نقول بسم الله يرقيك والله يشفيك من كل دائن يؤذيك اللهم شفي أنت الشافي لا شفاء لا شفاء شفاء الله يغادرس قمام في حديث كثير عن أهمية الرقية ليس فيها دليل أن كل واحد يسير كده مهنة لوحده لكن إنسان يرقي نفسه بنفسي وليس هناك تعارض بين العلاج بالرقية الشرعية وبين الأخذ بالأسباب الطبية والروحة للطبيب النفساني دائما يسألوننا طيب أنا دي حين بنتي جاه اكتئاب بعد ما حضرت ليلة زواج وما دريه ومن بعدها مسكينة صارت ما تأكل وما تنام وما دريه هذي عين أكيد درع عشان بنتي مر حلوة وما دريه هذي سقعوها عين إن قصص من القصص صح ولا لا؟ طيب نروح عند المشايخ ولا نروح عند الدكاتر النفسيين نحن نقول ما في تعارض وأساسا على فكرة روحتي للمشايخ خلينا نكمل بسعادة نقطة التعارض إن إحنا نرقي المريضة بالرقة الشرعية الصحيحة الواردة عن سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم مو بالدجل والشعوز وبالتلاصم وبالأحرف وباله هذي ما أزل الله بها من سلطان هذي من أتى ساحرا وكاهنا وفقط كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأضرب مثال واضح واحد أنكسرت رجله وكان في باله إنه فلان ضربوا عين أو صقعوا عين أو أصابه بعين فهل إحنا خليه ينزف ونقول نقعد ننفخ عليه ونأخذ أثر العائن وخلاص ولا لازم روح للطبيب يسوي له الجبيرة لازم يسوي له الجبيرة نأخذ من أثر العائن كما ورد ونقرأ سورة الفاتحة والمعوذات فالجمع بين الاثنين هذا أمر مطلوب في عقيدة المسلم إنه الإنسان قبل ما روح للطبيب أطلب الدعاء من الله لأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى الطبيب ليس شافي الطبيب وسيلة للعلاج والدوى وسيلة للعلاج والجلسة النفسية وسيلة للعلاج لكن الشفاء كله بيد الله سبحانه وتعالى لما نيجي الرقي الشرعي مين قال إنه لازم نروح للشيخ لما يكون في عهده صلواته ربي وسلامه عليه ناس كده جالسين قاعدين ينفوقوا في الناس ولا تفلوا في وجيهم ولا يسأولهم مدري ما كان فيه ما كان فيه عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عدم ذلك إنما إنسان يعني يعني ليش عشان نبعد عن سوء استعمال هذه المهنة ويصير بعدين لتحقيق أهداف أخرى بعضا أهداف ربح مادي أهداف لا سمح الله غير أخلاقية أهداف في أهداف أخرى كتير كون إنه كون أنا معالج روحي والمعالج مدري وفيها بلاوي كتير بتحصل هذا باب تاني فنحن عشان كده نقفل هذا الباب وهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام النسان يرقي نفسه وبنفسي يعني أقرب وبعدين كتب الرقي الشرعي بريال تمبع واكتب الرقي الشرعي ودحين موجودة في المزانية في النت لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى واسطة للدعاء يقول يا الله الله يستجيب إذا كنت ما أعرف أقرأ قرآن ما أعرف أقرأ هذا هذا شيتان هنا بعدين أتشوف أحد يعني يعلمني كيف أقرأ وكيف أرقي لكن إنسان عادة بيصبي طبيعة الحال أنه يعني يرقي نفسه بنفسه ويأخذ بالأسباب بخصوص الدجانين وبخصوص الناس اللي ممكن الواحد يروح عند الشخص الخطأ ممكن يقوله أنه أنت مسحور هذا الشيء أكيد في له أثر على الشخص يعني ممكن يكون أثر اجتماعي أثر يعني ممكن يتخاصم مع عائلته بس عشان مين الشخص اللي يسحرني ممكن يصير فيه تفكك ممكن يكون فيه مشاكل يعني تعقيبا على كلامكم العين حق والسحر موجود والجن خلق من خلق الله سبحانه وتعالى وفي سورة كاملة في القرآن باسم الجن فما في خلاف في ذلك ولا نحن كم مسلمين نعتقد ذلك تماما لإعتقاد المشكلة أنه المبالغة في يعني إرجاع الأمور أنه هي سبب عين وجن وسحر هنا المشكلة يعني سارت شماعة نحط عليها كل صغيرة وكبيرة وفلان ما نجح في الاختبار هادي عين فلانا ما دري السلة هادي معمول لها عمل ومسحورة فلانا جاءت تشنجات وطاحت وانصرعت علينا هادي فيها جن فنحن لبسنا الجن والعين والسحر وكحملناهم فوق طاقتهم أنا أتوقع أن يوم القيامة الجن يجوا يشكونوا عند ربنا يقولوا هذول الإنس كل ما سارت لهم مصيبة يقولوا الجن 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 ترى ربنا ما خلقهم عشان يئزونا هم خلقهم من خلق الله وهم مكلفون مثلنا صح ولا لا وما خلقت الجن والإنسة إلا ليحبدون فهم خلقهم من خلق الله ونحن لا نخاف من الجن عقيدة المسلم الصحيحة لا تخاف من الجن ولا تخاف من السحر ولا تخاف من العين نحن نلجأ إلى الله. في أقوى من الله سبحانه وتعالى ما في أقوى منه. هو موجد هذا الكون وهو المتصرف الوحيد سبحانه وتعالى في هذا الكون. عملية السحر نحن نؤمن بوجودها لكن في شيء مؤثار نفسية. أفرض أنه أنا مقتنع أنه بنت ذاتها عين. طيب أخذ بالرقة الشرعية لكن في أثار نفسية مترتبة. فيجب أن نذهب زي ما قلنا النقطة الأولانية نذهب للطبيب النفساني ونأخذ استشارته ونأخذ عملية النقطة أخرى في عملية هل هذه العين والسحر والجن أمور غيبية ولا أمور مادية محسوسة؟ غيبية. غيبية. في شيء كده تشوفه بعينك عين ولا سحر ولا جن. لا يرى بالعين المجردة صح؟ فهي أمور غيبية. الله سبحانه وتعالى يعلمها وخبرنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا متفقين على كده هل في أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ مهما كان شيخ صالح ولي تقي هل هو يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب. فمن فين يجيب أنه هو أنت فيك عين؟ أنت فيك جن؟ أنت فيك سحك؟ من أين لك هذا؟ من هذا الدعاء علم الغيب. والدعاء علم الغيب هذا لا يجوز بالعقل والمنطقة ولا بالنقل. لا بالعقل ولا بالنقل. لا نبيا بعدي. ما في أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الغيبيات. فقفلوا هذا الباب الله خليكم. الشيخ الصحيح اللي فاهم شغله صح ما يقول لك فيك جني ولا فيك عين. يقول لك أنا أرقيك بما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فيك شيء ولا حاجة ربنا يشفيك. لا يدعي الملغيب. لا يدعي أنك فيك جني أحمر ولا أزرق. وما يقول لك لا تروح للطبيب. يقول لك روح للطبيب ويأخذ الأسباب. طبعا ثارت بلاوي كثير عملية النصائح بعض اللي أهداهم والله وأصلحهم. يمكن قلت دحين في الآون الأخيرة لكن زمان كانوا من يروحوا له مرضى النفسين مع بعضا من الدجالين ومشعوزين والهدا. يدعون أنهم يعالجوا بالقرآن وبالرقية وهم خلاف ذلك. فكانوا يوقفوا الأدوية على المرضى النفسين. فتنتكس حالته. يعني أذكر قصة حقيقية وذكرتها أمام سموه أمير من منطقة أمير ميقرنبي عبدالعزيز. الله يطول عمره في الزمان لما كان أمير من منطقة المدينة. ذكرت القصة أمامه في مجلسه. كان يعني مريض بالمرضى الفصامة العقلي. سكيزوفريني من المرضى الشديدة ومعروفة. فالأمر الله ليه علاجاته ليه. وهذا لما يجي له مرض يجي له هلاوي. يجي له ناس ضد ناس يكرهوني. والناس يحطوا لسهم في الأكل وضلالات وأشياءه. فأخذ العلاجات وتحسن وخرج المستشفى من أحسن ما يكون. وما عنده غير أب رجل شايب كبير. هو عايش مع أبوه. بعدين لما يجوه أهل وجيران ويزوروا هذا الأب. يشبه ولدك. ليه مريض نفسي ويأخذ. ليه يأخذ علاجات نفسية. يعني وقف العلاجات النفسية. مخدرات مدري مدمرات. ليه ما أقنعوا الأب ووقف الدواء. هما ناس عادين. ما هم أطباء ولما وقفوا الدواء. لما وقف الدواء سارت لحالة الفصام. انتكست الحالة. بعد ثلاثة أربعة أشهر رجعت الهلاوس والضلالات. فجاءت له فكرة إنه أبوه ضدي. أبوه بأكتني. وأبوه مسكين ما له علاقة. أبوه ضدي أبوه بأكتني. ويسمع الأصوات بتقول له ترى انتبه أبوك حيكتلك. أبوك حمدري إيه. فخرج ليلة من الليلة الساعة اثنين في الليل. وأبوه نايم. دخل المطبخ خخت ساتور. وجاءت له فكرة إنه أكتل أبوه قبل ما أبوه يكتني. طبعا فكرة خاطئة نتيجة هلاوس وضلالات غير. هذه هي تسميها عراض ذهنية. وإن لها علاجات على فكرة التي تتعالج يرجع الإنسان طبيعي. فقتل أبوه. هذه فرقبة مين؟ يا أخي يا عيب قل خير أنا أصمت. يا تقول كلمة خير أو تسكت. ما تقول كيفتي من عندك. قالوا إنه وقف الدوة وقف الدوة انتكست حاجة وشار الجريمة. قتل وقتل مين قتل أبوه. فهذه مصيبة. الإنسان أنا نصيحتي. لا تتكلم في ما لا يعنيك. ولا تتكلم في ما لا يخصك. ما هم إختصاصك لا تفتي فيه. للأسف أتكلم جميع الإخوان اللي بيشوفونا الآن. إنه دي حين نفتي في كل حاجة. مثلا أنا المفروض أحترمت طبي. في الطب النفسي أتكلم في الطب النفسي. لا أتكلم في الهندسة. أتكلم في الطيران. في عالم الحيوان. في عالم البيئة. أتكلم في كله. نشوف أدخله في اليوتيوب. ونشوف ما ما شاء الله تلاقي البروفيسور العلامة. هذا ما يجوز ما يسير. فاسأله أهل الذكر سأل عن إحنا في حصر التخصص. لكن ما أحد يسأل هذا إيش خلفيته. وعشان كنت تلاقي كثير إذا عندك مشكلة نفسية. وحطيتها في اليوتيوب واللي في جوجل. تلاقي ستين ألف واحد يبغى عنده يقول لك أنا عالج. بس أشوف الشهادة حقته إيش. هذا هو طبيب نفسي. هو خصائي نفسي كلينيكي. في فرق بين خصائي نفسي كلينيكي سريري وخصائي نفسي تربوي. هذا ما له علاقة بالتشخيص والعلاج. والناس ما يفرقون ولا يسألون. أخيراً. المعلومات وإن كانت منتشرة بشكل كبير ليست بالضرورة أن تكون صحيحة. ولازم التحقق منها من المصادر الصحيحة والموثوقة. في كتير مختصين بكل مجال. بيأضم معظم حياتهم بأبحاث تهدف لنشر العلوم الصحيحة. في المقابل في ناس بيتأملون نشين الصاعة. بتطلع معهم علوم خرافية وبينشروها بشكل فوري على إنها حقائق علمية. صراحة هي من الشغلات الكثير بالزعل واللي فعلاً لازم نتصدى لها. بدي إياكم اليوم تشاركونا بالتعليقات عن معلومات أو خرافات منتشرة أو سمعتوا فيها حول الصحة النفسية وحول العلاج النفسي. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتستنوا الفيديوهات القادمة. تحياتي لكم.